المجزرة في مصر اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد لا شك أن اليوم ما حصل هو يأتي في إطار أو في سياق ما حصل في الثالث من هذا الشهر بهذا الإنقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري وهو أمر مستنكر وليس مستبعدا من هؤلاء العسكر و نحب أن نؤكد هنا بأن هذه المجازر هي نتيجة قيام الثورة المضادة التي قامت في مصر الآن للقضاء على الثورة الشعب المصري على الظلم الاستبداد وعلى نظام مبارك وليس الهدف أيضا فقط ثورة الشعب المصري إنما الهدف النهائي هو إرجاع الربيع العربي أو إنهاء الربيع العربي وهذا أخطر ما في الأمر ردت فعل الشارع العربي تجاه ما يجري في مصر هل هي ضمن المستوى المأمول وإلا فلماذا برأيكم أعطيك مثل مثلا مثلا في الكويت الآن نحن في انتخابات برلمانية ومع هذا أغلب الشعب الكويتي يتابع الآن ما يحصل في مصر وهذا دليل على مدى الغضب الواسع في العالم العربي والأمة لن تسكت بل ستقف مع الشعب المصري وستقف ضد هذا العدوان الظالم ضد هذا الانقلاب الذي كشف بكل وضوح تورط الغرب وتورط أمريكا لدعم هذا الانقلاب بغض النظر أو بغض الطرف عن إدانته لأنه مثل هذه المجازل حصلت وحتى الانقلاب إلى الآن لم يؤكدوا بأنه انقلاب وحصلت هذه المجازل ومع هذا لم يدينوا هذه المجازل إنما يدعون إلى ضبط النفس أي نفس هذه تضبط والناس يذبحون في الشوالع الأمة والشعوب العربية مع مصر مع الشعب المصري بلا شك نعم الحكومة الكويتية كانت من أوائل من قدم مساعدة للنظام الانقلابي الجديد في مصر طبعا هذا الموقف من الحكومة الكويتية لا يمثل للحكومة الكويتية فقط لا يمثل الشعب الكويتي وهذا يأتي أيضا في سياق ما قدمته الإمارات الحكومة الإماراتية والحكومة السعودية لمساعدات لهذا الانقلاب وهذه لا تمثل الشعوب ونحن في أحزاب الأمة في الخليج أدن هذه المساعدات ببيان مشترك وقرئة على منصة رابعة العدوية نحن ندين مثل هذه المساعدات لهذا الانقلاب ولهؤلاء العسكر وهذه المساعدات وهذه المواقف إنما تمثل من اتخذها ولا تمثل الشعوب ولا تمثل الشعب الكويتي لأن الحكومات في الخليج لا تمثل الشعوب ولم يتم انتخابها من الشعب لذلك هذه المواقف هي مواقف رسمية فقط أما من ناحيةها الواقف الشعبية ومواقف الشعوب في الخليج فهي رافضة رفضا قاطعا لهذا الانقلاب وواقفة تمام الوقوف مع الشعب المصري في ثورة على الظلم والاستبداد هل تتوقع بعد المجزرة اليوم وتوالي المجازر والقمع الدموي لمؤيدية الشرعية في مصر هل تتوقع من الشعوب العربية والإسلامية أن تضغط على حكوماتها لعدم التعامل مع النظام الجديد في القاهرة هو بلا شك أن الشعوب العربية ستضغط على حكوماتها لكن يجب أن نعنى بأن هذه الحكومات لا تنظر لرأي الشعوب أبدا إنما تنظر لمن هم وراءهم الغرب الذي أقام هذه الأنظمة منذ اتفاقية سايكس بيكو فهم من أقاموها وهم من أحموها فلذلك نظرتهم وأعينهم إلى هذا النظام الدولي الذي يحكم الوطن العربي منذ سايكس بيكو وما يحصل الآن هو نتيجة اتفاقيات كامب ديفيد وخاصة في مصر التي أصبحت هي أو هذا النظام والذي أتى الآن بثورة مضادة هو الركيزة الأساسية للمنظومة السياسية والأمنية والعسكرية في المنطقة وهذا ما يفسر مسارعة أنظمة الخليج وغيرها من الأنظمة التي حتى لم تعلن عن مساعداتها بالوقوف مع الثورة المضادة لوعد هذا الربيع العربي المبارك كيف ترى وهذا القمع يأتي في رمضان ومع أجواء ذكرى بدر وغيرها من المناسبات الهامة في تاريخنا الإسلامي تأتي هذه الدماء وتأتي هذه المجازر وتأتي هذه التضحيات في مصر هذا يأتي في سياق تاريخ الأمة في التضحية وتقديم النفس والمال والدماء من أجل حريتها منذ قيام الإسلام إلى الآن وهذه الأمة ستقدم واستقدم حتى تصل إلى أن تصبح حرة كريمة ذات سيادة بعدا عن النفوذ الأمريكي والنفوذ الغربي وتنهي هذا الظلم والاستبداد وهذا حدث ما يحصل الآن يؤكد بأن هذه الأنظمة هي أنظمة لا تعتبر لأي زمن مؤقدس كرمضان أو غير أو حتى لمناسبات عند الأمة هذه عصابات لا تريد إلا فرض أجندتها ولو بالقوة ولو على حساب دماء الشعب سواء المصري أو السوري أو غيره والآن نجد النفسياق الموجود الآن في مصر نفس مطالة نفس السياق الآن الذي بدأ في مارس 2011 مع الثورة السورية هذه الأنظمة انطلقت من غرفة واحدة ومن بوتقة واحدة وسياقها واحد ولن تلتفت إلى هذه الشعوب ولذلك نحن نقف مع الشعب المصري في جهاده السلمي حتى يستعيد حرية وكرامته أشكرك جدا الشيخ سيف الهاجري أمين عام حزب الأمة الكويتي نعم إذن ترجمة نانسي قنقر